ما هي أهم التحديات التي تواجه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها السابعة والسبعين؟ بعد مرور عامين يجتمع القادة ويتعين عليهم أن يروا بعضهم البعض في وضع شديد التعقيد مع وجود أزمات غير مسبوقة خلال العقدين الباضيين إنه وقت عصيب أزمات اجتباعية وطبية وصحية فضلا عن القضايا الصناعية والمالية والبيئية يمكننا معالجة كل هذه القضايا بطريقة متكاملة وعن طريق تعاوننا جميعا وتحمل المسؤولية المشتركة لقد حان الوقت للبحث عن الحلول بخلاف الحروب الدائرة في العالم كالحرب الروسية على أوكرانيا ومعيش ريف اليمن والسوريا ما هي القضايا التي تسعى الجمعية العامة لحلها في الدورة السابعة والسبعين؟ نتحدث عن قضية المياه أولا لقد بدأت بالفعل أزمة المياه وهناك ثلاثة أشكال رئيسية لتلك الأزمة شح المياه وكثرتها وأحيانا تلوثها وإن لم نفعل شيئا تجاه ذلك في وضن 15 عاما سيعيش أكثر من 40% من البشر في مناطق بها كميات هائلة من المياه و80% من المناطق سيكون بها تلوث هائل في المياه و40% من الإنتاج العالمي للحبوب سيكون في خطر شديد إنه الوقت للتغيرات المحورية وستكون أول فرصة لمناقشة مشاكل البيئة والمياه منذ عام 77 من القرن الماضي في اجتماعات خاصة بالأمم المتحدة في مارس المقبل ولا بد من إيجاد حلول بديلة وإلا سنواجه مشاكل كبيرة السؤال الأخير حول حكومة الطالبان في أفغانستان كيف ستتعامل الجمعية العامة مع الطالبان التي تحكم البلاد الآن؟ هناك جانبان لسؤالك أولا من هم ممثل أفغانستان؟ وهي مسألة تقررها لجنة الاعتمادات المنتخبة لدينا وهم الآن بصدد العمل على معالجة القضايا المتعلقة بأفغانستان وربما بلدنا أخرى حيث ينبغي دراسة هذه الأمور بعناية والدقة الجانب الآخر من سؤالك دعني أتحدث عن وعود طالبان حيث نرى عدم التزامهم بوعودهم السابقة لقد وعدوا باحترام حقوق الإنسان وحقوق البرأة والفتيات والأطفال ونود منهم أن نرى ذلك في شكل أفعال لا أقوال ولننتظر ما الذي سيحدث قريبا ترجمة نانسي قنقر